في الزمالك وحشنا الزمالك لأننا كتير ما تكلمناش عليه وانا عارف ان ضغط الماتشات الافريقية واحداثها واخدنا شوية من الزمالك ومن الاهلي فهنبدأ النهاردة بالزمالك لأننا براحة تكلمنا عن الاهلي شوية وهنتكلم عن الاهلي كمان شوية لكن الزمالك قصة المدير الفني ايه الجديد فيها سيعلن اسم المدير الفني لم يتم التوصل الى اتفاق نهائي حتى الان مع المدرب واذا حصل وده هيحصل المفروض قريب هيبقى بعض البطولتين الدوليتين الوديتين اللي الزمالك مشارك فيهما حاليا كان في اسم باكيتا مظبوط هو كارل هايفكنز واحد منهم لسه موجود في الترشيحات والتاني خرج والتاني ده ممكن يخرج لكن اللي خرج من الترشيحات دلوقتي او ابتعد عن الترشيحات هو باكيتا المدير الفني السابق لنادي الزمالك البرازيلي الجنسية وكان موجود ضمن المرشحين الاواخر في القائمة المختصرة في نادي الزمالك باكيتا بعد او حظوظه قلت في ان يتولى تدريب الزمالك كارل هايفكنز ما زال موجودا اسمه وان كان في بعض الاقاويل انه ممكن يكون هو كم بيبتعد لكنه ما زال موجودا ومعلومتنا دلوقتي ان فيه ثلاث اسماء من المدربين موجودة هي اللي يتم اختيار اسم منها ومنهم كارل هايفكنز الاسم من التانيين ما نعرفهمش لكن هو فيه ثلاث اسماء والثلاثة دول مش من ضمنهم كارلوس باكيتا اللي كان في القائمة الاوسع قبل ما يتم تقلصها الى ثلاثة اسماء فيه ناس بتقول ممكن مصري فيه ناس بتقول ممكن مصري هل دا يحصل خلونا نشوف الاسماء المصري عموما مش كتير قوي اللي ممكن تمسك الزمالك خلينا نشوف كيف يفكر الزمالك في هذا الامر وعلى ذكر دا فالاستاذ عمر أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تصريحاته كانت كاب تالي قال انه ملف القيد كان مثل الكابوس الذي انتهينا منه واتحاد الكورا النهاردة على فكرة أخطر الزمالك انه من بكرة يبدأ يقيد عادي وجهنا أزمات عديدة في الثلاثة أشهر الماضية منذ تولي إدارة النادي ملف تجديد عقد أحمد فتوح كان من أولويات مجلس إدارة النادي الزمالك تضرر كثيرا من القضايا التي عنينا منها ومستحقات لأندية ولعبين ومدربين كل طرف كان لديه حقوق في الزمالك حصل على ما يستحقه إنجاز كبير أو يا جماعة بالمناسبة يعني تعرضنا لغرامات وإيقاف قيد بجانب تغليد العقوبات التي كادت تصل إلى خصم نقاط قضية نادي سبورتينج لشبونا استمرت لسبع سنوات وتجاهل الردود بسبب التأخر في الحل كل ما كان يهمنا هو أن يكون هناك صورة مختلفة عن الزمالك في ملف القضايا تواصلنا مع بينجادا وأمونيكي من أجل التوسط في حل قضية سبورتينج لشبونا ده برتغالي وده لعب في الفريق بيتوريا سهلة من مهمة الزمالك في التواصل مع مسؤولي سبورتينج لشبونا سهلة من مهمة الزمالك لو تفتكروا لما القصة دي انتشرت قلنا لكم أنه بيتوريا كان ليه دور لكن مش دور تفاوضي كان دور توصيل الزمالك بمسؤولي سبورتينج لشبونا أنه ده من تبعي دول يا جماعة اللي جايين الزمالك لم يعلن عن حل أي قضية قبل إنهائها بشكل رسمي النتيجة النهائية في ملف القصة اشتركوا في القناة